لقيت امرأتان يحطفهما وأصيب خمسة آخرون في حادث انحراف وانقلاب سيارة أجرى بطريقة الولاء رقم سبعة بالمدخل الشمالي لبلدية جديوية في ولاية غريزان سيارة الأجرى تعمل على خطة جديوية بلدية ولاد سيد المهوب والضحيتين المتوفيتين في عين المكان تبلغ عامل العمر 34 و 65 سنة فيما تتراوح أعمار المصابين بين ثلاث سنوات و 55 سنة حيث تم تحويل الجثتين لمصلحة حفظ الجثث وأيضا تحويل المصابين إلى ذات المستشفى بعد تقديم العلاج لهم من طرف مصالح الحماية المدنية ومن جهتها أفراد الفرق الإقليمية لدرك الوطني بجديوية فتحت تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث التفاصيل في مايكروفون حمزة زروقي على الساعة الرابعة مساء وقع حادث مميت للمرور بالطريق الولائي رقم سبعة بالضبط على مستوى المدخل الشمالي لبلدية جديوية إثراء انحراف وانقلاب سيارة عجرة نوع رونوفنتيا عائلية الحادث أصفر عن وفاة شخصين من جنس أنثى وجرح خمسة أشخاص من بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلث سنوات وكذلك للأسف الشديد سجلنا وفاة شخصين من جنس أنثى ربعة وثلاثين سنة وخمسة وستين سنة نقل من طرفنا إلى عيادة متعددة الخدمات استقبلت العيادة المتعددة الخدمات بجديوية سبع أشخاص من بينهم شخصين في حالة وفاة من جنس أنثى حيث تبلغ عمارهن ربعة وثلاثين سنة وثلاثة وستين سنة على التوالي وهذا على إثر حادث مرور وقع على مستوى بلدي جديوية ترجمة نانسي قنقر